السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متتبعي وزوار قناة بغادي ديوغو كانت منها تكونوا بصحة جيدة وفي أحسن الأحوال مرحبا بكم في قناتكم القناة اللي بفضلكم كتكبر نهار بعد نهار وشكرا بزاف على الدعم المعنوي اللي كيوصلني من خلال تعليقات ديالكم فشكرا جزيلا لكل واحد كيعطي من وقته باش يخلي لي يا تعليق ويشجعني شكرا على المتابعة وشكرا على لايكات وشكرا على أي حاجة صراحة قدمتوها لهذا القناة ونتمنى أنني نكون كنفيدكم في الفيديو ديال اليوم غدي نشوفوه مسمن كبير رائع في الفرن غدي نعمروه بالجبن الأبيض والجبن محكوك والزيتون الأسود كي يجي لديد بزاف ومورق صراحة رائع جدا سهل في التحضير حتى المبتدئات ممكن أنهم يحضروه إلا عجباتكم الوصفة كالعادة متنسووش تديروا لايك وإلا كنتو مازال مشتركتوش في القناة فباش متفوتكم حتى وصفة متنسوش تشتركو وتفعلو الجرس يلا نشوفو المقادير وطريقات تحضير غدي نبدو بتحضير العجين وغدي نحتاجو 400 جرام ديال دقيق الأبيض مع 200 جرام ديال الدقيق الأصفر أو الفينو كل واحد شنو كيسميه هنتو ما كتشوفو الشكل دياله وغدي نحتاجو شوية ديال الملحة غنخلطو هاد المكونات وغدي نضيفو معلقة كبيرة ديال العسل هاد المعلقة ديال العسل الختيارية لي بغي يضيفها فهي كاسعطي وحدة لد العجين وفي نفس الوقت كاسعطيه لون رائع جدا معلقة كبيرة وغدي نبدو نجمعو هاد العجين بما عادي ما ديال الروبيني غنضيفو الماء بشوية بشوية وحنا كنجمعو العجين محتاجين عجين يكون شاد دراسو ما يكونش مطلوق وفي نفس الوقت ما يكونش قاسح بزاف هاد هو العجين اللي حصلت عليه كيما كتشوفو ارتب مش يقاسح بزاف وفي نفس الوقت مش يمتلوق قبل ما ندلكو هاد العجين غدي نغطيه ببلاستيك غدائي من الاحسن ونخليوه يرتاح من بعد نقدروه اننا ندلكوه كنديرو هاد العملية باش العجين كي تطلق وكي سهل علينا العملية ديال دليك فا بعد ما يرتاح غدي يدلكوه وممكن تكررو هاد العمليات رجعو ويرتاحو تعاود ودلكوه واحد جوج اولى 3 ديال المرات الى ما كانش عندكم الوقت فا غدلكوه غير مرة واحدة دلكوه مزيان صافي وتقطعوه كويرات هذا العجين بعد ما ارتاح هنا باقي ما زال ما دلكتوش شوفو العجينة كيوليت فهو كيولي هاد العجين بحلا مدلوك كيما كتشوفو كيولي مطلوق فهنا من اللي كندلكوه العجين ما كيتمزقش من بعد قطعتو كويرات وغطيتو ببلاستيك غدائي كندهنو صينية بشوية ديال الزيت وكندهنو كذلك يدينا وكنقطعو كويرات ونغطيهم ونخليهم يرتاحوا من الاحسن نخليهم يرتاحوا حتي تلقوا من الاحسن ساعة ونص او لساعتين من بعد ممكن انا نخدمو بهم باش نحضرو الحشوها غد ينحتاجو العلبة ديال الجبن الابيض ممكن تستعملو اي نوع جبن كتفضلوه اه الى كان فيه الماء صفيوهم الماء باش ما يجيكمش المسمن مع الجن من الداخل غد ينحتاجو شوية ديال زيتون الاسود مقطع قطع صغيرة وجبن محكوك انا استعملت هنية جبن قودة ممكن كذلك تستعملو اي نوع جبن متوفر او لك تفضلوه وغادي نحتاجو الزيت مخلط مع شوية ديال زبدة ديبه فالزبدة كتعطينا مسمن هشيش بزاف غير هوي لكن فيها الماء او للحليب من اللي تدوبوها حاولو انكم تصفيوها من الماء او للحليب كذلك باش ما يتعجنش لنا المسمن فدائما في الحشوات نحاولو ان الحشوات كناش فمن الماء باش يجينا المسمن مورق كندهنو سطح العمل بخليط زبدة و الزيت و كنبدو نورقو العجين ديالنا كما كتشوفو الناس اللي ما بغوش يستعملو الزبدة ممكن يستغنو عليها ممكن تورقو غير بالزيت كنحاولو انتلقو العجين نرقيق كل ما كان العجين نرقيق كل ما كيكون المسمن ناجح نحاولو نجبدو العجين ديالنا حتى كيولي سطح العمل كيبان كيما كتشوفو ممكن تكتع فيه غير بالجبن الابيض والزيتون اولا بالجبن محكوك بوحده اللي متوفر عندكم ممكن تحضروا به هاد المسمن كنوضعو الجبن الابيض في الوسط ديال الدائرة ديال العجين و كنحطو ايضا زيتون مقطع والجبن محكوك ممكن تزيدو رشة ديال الزعتر الى توفر انا مبقاش عندي و غاد ينطويو العجين ديالنا على ربعه بالطريقة العادية اللي كنحضرو بها المسمن و كنحطو هاد المسمنة ديالنا جانبا و كنورقوه الكورة الثانية ديال العجين دائما كندهنو سطح العمل قبل ما نبدو نورقو كندهنو العجين بخليط زبدو الزيتون قلبوه و هنا العجين كل ما كان مرتاح كل ما كيساعدنا في هاد العملية ديال التورق كيجينا ساهل بزاف اننا نورقوه بعكس الى كان العجين مازال ما مرتاحش منسوش جناب لانهم كيبقاو شوية غلط حتى هما نورقوهم و كناخدو المسمنة اللولة كنحطوها وسط هاد الدائرة ديال العجين كنحطوها مقلوبة يعني الجهة اللي في هاد طبقات كثيرة ديال العجين هي لتكل فوق كيما كتشوفو هاد الجهة هي اللي الفوق و غادي نحطو الحشوة فوق هاد المسمنة كنحطو الجبن زيتون الاسود مقطع و الفرمج محكوك و كنطويو بنفس الطريقة نطويو العجين على اربعة غنستمرو بهالطريقة حتى نكملو ربعه ديال المسمنات انا درت كله مسمنا فيها ربعه ديال المسمنات وحده وسط وحده يعني الكيميه ديال العجين اعطاتني خمسة ديال المسمنات كبار غنزو دبل المسمنة ثالثة نذهنو بزبدو الزيت و نقلبو العجين انا كنكتافي غير بهاد زبدو الزيت اللي كنورق بيهم ما كان ارش زبدو الزيت في المسمن الداخل باش مايجيش المسمن تقيل و يجي ميددم الناس اللي كيبغيو يرشو المسمن من الداخل فيديرو غير قطارات صافي باش مايجيش المسمن ميددم بزاف نحاولو نجبدو العجين كنحطو لمسمنا الوسط بنفس الطريقة و غادي نحطو الحشوة فوق منها جبن أبيض ثم الزيتون و أخيرا الجبن محكوك و كنطويه العجين ديالنا على هاد المسمنة كنطويه على أربعة ده بعندنا ثلاثة ديال المسمنة غادي نديرون مسمنة الأخيرة اللي هي الرابعة كنتلقوها بنفس الطريقة وكنحطو استها المسمنا اللي كنا ديجا حدرنا وكنطويو على الاربعة وكنحصلو على هاد الشكل كيما كتشوفو غادي نوضعوها مباشرة في الصفيحة اللي كدخل الفورن انا فرشت ورق الطبخ في الصفيحة وغادي نخليوها تطلق واحد شوية بش نبسطوها وكنمشيو نحضرو المسمنا تانية كندهنو دائما سطح العمل وكنبداو نورقو العجين بنفس الطريقة بخليط ديالزبدة والزيت كنحطو الحوشوة زيتون والجوبن الابيض والجوبن محكوك وكنطويو على الاربعة ثم نطلقو المسمنا تانية وكنحطو المسمنا لولا وسط المسمنا تانية كنحطوها مقلوبة يعني الجيها اللي فيها طبقات ديال العجين كتيرة هي اللي تكون من الفوق وكنستمرو حتى نديرو ربعا ديال ديال المسمنات وسط بعدياتهم هادي المسمنا الرابعة كنحصلو على هاد الشكل كيما كتشوفو غادي نوضعوها كذلك في صفيحة ديال الفورن كنستمرو بهالطريقة حتى كنكملو المسمنا اللي عندنا كلو وغا نبدو نبسطو المسمنات ديالنا كنبدو باللولين اللي ارتاحو وطلقو كنبسطوهم هما اللولين نحاولو ما يكونش العجين او المسمنات تكون رقيقة بزاف نخليوها شوية في السمك كندهنو يدينا بخليط زبداو والزيت قبل ما نبدو نبسطو الفورن ديالنا في هاد الأثناء يكون سخون مزيان هاد المسمنات وخاكن بستو فهو مازال غادي تنفخ في الفورن وكان اخدو الخليط أنا اللي كان اعتبرو خليط عجيب اللي هو الصفر ديال البيض وشوية ديال لاسوس صوجة فكيعطي واحد اللونة رائع جداً الناس اللي ما عندهمش لاسوس صوجة كتجيني اسئيلة كتيرة ان الناس ما عندهمش هاد لاسوس صوجة ممكن انكم تعودوها بشوية ديال الفلفلا حمرة حارة اولا غير بسفر ديال البيض بوحده تديرو معها قطرات ديال الخل باش كتحيدو هاديك الريحة لغير مرغوب فيها وكندهنو المسمن ديالنا ممكن انكم ترشوه بشوية ديال الزنجلان او للبافو اولا تخليوها غير هاكك فاتهوك يجيزوين كندهنو المسمن ديالنا مزيان وكندخلوه للفران سخون على درجة حرارة مهيلة باش يطيب لنا المسمن من الداخل مزيان وكنخليوه حتك يتحمر هادا هو شكل دياله بعد ما خرجتو من الفران بقي في الصفيحة ديال الفرن فكيما كتشوفوه وكي تنفخ في الفرن صافين مسمن ديالنا دباخ صغير واحد البريد ديال اتاي ونقدموه بصحة ورحة شكرا على المتابعة وإلى اللقاء مع وصفة جديدة